بسم الله والصلاة والسلام وعلى شك في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل ننتقل اليوم مع الوحدة السلسة اللي هي معادات الحركة في خط مستقيم وبتساورة سابت طبعا الباب ده أو هذه الوحدة تعالج باب أو فصل من الفصول المهمة في هذا المقرر وهو باسم الميكانيكا وللناس اللي بتهتم بالتاريخ الميكانيكا تعتبر من أقدم فروع العلوم الفيزيائية وهي تبحث بشكل عام في القوانين التي تتحرك الأجسام المختلفة بموجبة جسم بيتحرك هذه الجسم حركته اللي بيصفها تصفها الميكانيكا أو قوانين الميكانيكا طبعا نحن هنا بناخد البداية معادات الحركة في خط مستقيم وبتسارع سابت طبعا عندنا الحركة ممكن نقسمها إلى كذا نوع في حركة انتقالية يعني لو واحد بيتحرك على سطح الأرض كده من نقطة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر اسمه دي حركة انتقالية في حركة دورانية يعني جسم بيتحرك في دايرة زي الأرض حول الشمس في حركة دوران يعني دي دائرية يعني حركة الأرض حول الشمس دائرية في حركة دورانية زي حركة الأرض حول نفسها لأن الأرض بتحرك بحركتين دائرية ودورانية ثم في حركة يعني في حركة اهتزازية أو بيسموها حركة توفقية بسيطة في حركة دورانية انتقالية دورانية انتقالية لو انت مثلا مع الجلم كده وعلى سطح الأرض عملت ألقيت هذا الجلم الجلم دي بيدور حول نفسه بينتقل من النقطة إلى أخرى يبقى يسمع حركة دورانية لكن طبعا الحركة في خط مستقيم دي هيبقى اهتمامنا بها ان شاء الله الحركة تعرض بأنها التغير المستمر في موضع الجسم الجسم بينتقل من مكاني إلى آخر يبقى هناك حركة يبقى هناك تغير المستمر في موضع الجسم دائما ما يتكون الجسم من دقائق مادية أي جسم طبعا بيتكون من دقائق صغيرة جدا وحركة الجسم ككل هي حركة كل هذه الدقائق المكونة للجسم المتجه الذي يحدد بعد وتجاه الدقيقة المادية على نقطة انتناد يسمى متجه الموضع أو متجه الموقع احنا عندنا متجه المتجه ده بالنسبة لمحاور اسناد محاور اسناد مثلا ولتكن سينية أو بيسموها الكارتزية اللي هي الـ X والY والZ هذا المتجه بيحدد بعد وتجاه دقيقة مادية عن فين؟ عن نقطة اسناد نقطة بيسموها نقطة مرجعية انت قاعد موجود في مكانك انت بتقول الله انا هاعتبر هذه النقطة هي نقطة مرجعية بالنسبة لي تمام؟ بحيث المسافة بينك وبينها هي عبارة عن متجه الموقع أو متجه الموضع طبعا متجه الموضع أو متجه الموقع ممكن يحلل في اتجاه طبعا لازم ممكن يحلل في اتجاه محاور الاسناد لاني طبعا هنا مدام نقول متجه وبكمية متجه ونحن طبعا تناولنا في الفصل الثاني بالتفصيل ما هو المتجه المتجه ممكن نحن نحلله إلى قيم مختلفة أو مكونبونت لأنه مراكبة بتاعته وتحلل في اتجاهات محاور الاسناد معادلة الحركة في خط مستقيم هناك سلاسة أنواع من أنواع الحركة حركة في بوعد واحد ودي أبسط أنواع الحركة الحركة في بوعدين ثم الحركة في سلاسة أبعاد حركة الحركة في بوعد واحد الحركة في خط مستقيم هي برانية وفي هذه الحالة بيكون لمتجه الموضع الدقيق المادية مركبة واحدة في اتجاه محور من المحاور الأساسية زي ما بيشايفين هنا كده احنا عندينا الحركة الاه الاه طبعا هنا جسم مثلا بتحرك من اه الى بي زي كده ادي اه وادي بي جسمي بتحرك من اه الى بي اه بالنسبة لنقطة الاصل اللي هي 0 مثلا تعتبر دي عبارة عنها نقطة اسناد نقطة الاسناد بدأ يعني اه بتبعد عن نقطة الاسناد النقطة المرجعية مسافة مقدارها اكس ون بي اتحركت اه الى بي اصبحت هذه النقطة الجديدة بعدها عن محور الاسناد او نقطة اسناد اكس تو يبقى هناك ازاحة من اه الى بي مقدارها كام مقدارها اكس تو ماينس اكس ون الحركة بعدين طبعا في هذه الحالة طبعا زي ما شفنا الحركة في بعد واحد في محور واحد لكن هذه الحالة بيكون لمتجه الموضع مركبتان مش مركبة واحدة مركبة واحدة يبقى الحركة في بعد واحد مركبتان يبقى الحركة في بعدين زي حركة المغذفات والحركة الدائرية وادي مثال لها وشكل تقديد اليها طبعا هنا الايه بتبعد عن محور الاسناد واحنا عشان بيتميل على المحور الافقي بزاوية لتكن سيتا مثلا ممكن نحليلها لمركبتان الاكس والواي الحركة في ثلاثة ابعاد وفيها يتغير موضع الجسم بالنسبة لمحور الاسناد السلاسة يعني في الاكس والواي والزد ومن امثلاتها طبعا حركة الالكترون داخل سلك ملفوف حول السوانة زي الشكل الموضع امامكم هنا ممكن نحن نلخص كلامنا للسلاسة حركاتك الآتي اولا انا لو عندي دقيقة مادية هذه الدقيقة المادية ليس لها بعد بل هاج بعد لكن لو خدت دقيقة مادية اخرى مجموعة دقائق مادية متراصين جنب بعد كده ووصلهم كده ده بيعملوا لبعد مثلا بعد اكس لو كان في اتجاه الافقي اكس لو كان في اتجاه الرأسي يبه واي ده عبارة عن اذا كان الجسم بيتحرك على محور واحد او في بعد واحد يبه حركة في بعد واحد الجسم ده الاكس والواي تسمى مع بعض مستوى ده اسمه مستوى حتى دائما نقول والله مستوى الصبورة مثلا لانه عبارة عن اكس واي ده مستوى او سطح لو كان في محور ثالث زد ده كله على بعض بيسموه إيه اللي هو عبارة عن المحاور الكارتزية الـ X والـ Y والـ Z ده عبارة عن حجم عبارة عن إيه عبارة عن حجم تمام زي كده أو لو أنا عندي صندوق بهذا الشكل ده مستوى لكن ممكن أنا أخذ حجم ده عبارة عن حجم أي واحد من دولة مستوى مدام X بوادين X مثلا Y X و Y ده مستوى أهو ده لكن مع بعض مع الزد كلهم مع بعض كده يعتبر حجم يعتبر ايه يعتبر حجم الحركة في خط مستقيم احنا هنتناول الآتي بإذن الله هناخد حاجة اسمها متوسط السرعة أو السرعة المتوسطة هناخد السرعة اللحظية متوسط التسارع أو التسارع متوسط التسارع اللحظي الحركة الخطية بتسارع سابت احنا بنركز على خمس أشياء ده السرعة والتسارع والإزاحة طبعا أو المسافة طبعا هنا الحركة برضو سبق أن وضحنا أنه في هذه الحالة يكون المتجه إزاحة دقيقة المادية مركبة واحدة في اتجاه محور من محاول إسناد دي المحاولة أساسية اللي هي الحركة في خط مستقيم زي كده هذه الأي بتبعد عن محور عن نقطة الإسناد اللي هي دي بدي نقطة مرجعية وقلنا عليها زيرو زيرو بتبعد عن من من الأي تبعد عن محور عن نقطة الإسناد مسافة مقدارها X1 الـ A دي وليكن مثلا جسم أو بني آدم يتحرك من مسافة أو مسيارة تحركة من A إلى B خلال خط مستقيم عند B بالنسبة لنقطة الإسناد اللي هي دي مسافة X2 في هذه الحالة يبقى الجسم اللي انتقل من A إلى B أو الدقيقة المادية تحركت مسافة من نقطة A إلى نقطة B خلال زي من مقداره كام T1 إلى T2 يعني مثلا عند A كان الزمن T1 لما تحركت من A إلى B هذه الدقيقة المادية الزمن أصبح T2 يبدأ من A إلى B أو من T1 إلى T اسما دي فترة زمنية فاصلة تغير الموضع من X1 إلى X2 وبالتالي هناك يوضع متجه يوضع متجه الإزاحة بهذه العلاقة الـ X الدلتا X مدام متجه يبقى لازم نعمل عليه سهم يساوي إيه؟ يساوي X2 مينس X1 دي عبارة عن إيه؟ متجه الإزاحة يبقى إذن الإزاحة متجه هناك فرق بين يعني فيه سؤال مهم جداً ما هو الفرق بين الإزاحة؟ تمام؟ ومثلاً والمسافة المسافة المسافة دي كمية قياسية كمية قياسية يعني عشان نحتاج وإحنا عرفنا يعني هي كمية قياسية تعرفناها في الباب الثاني أو في الوحدات السابقة وقلنا إنه اللي هي وحدة بتاعة المتجهات وقلنا إنه الكمية القياسية عشان تعرف عشان نحددها تحديداً تاماً محتاجين فقط مقدار لكن الكمية المتجهة اللي هي الإزاحة اللي هي عندينا الكمية المتجهة عشان تعرف محتاجين مقدار واتجاه مقدار واتجاه طبعاً الإزاحة الجسم بتعرف بيه؟ تعرف إزاحة الجسم بأنها التغير في موضوعه بالنسبة إلى نقطة إسناد نقطة مرجعية معينة وهي كمية متجهة وبتعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية بغد النظر عن المساري الذي يتبعه الجسم في تحركه المسار شكل المساري إزاي لا أهم حاجة نقطة البداية ونقطة النهاية تمام اللي إيه نقطة البداية ونقطة النهاية والمساري بتبعه الجسم ده يعني مش مهم معنا تمام المسافة اللي بيقضحها الجسم من اللي هي من من إكس مثلاً عشان نقدر نفهم ونستوعب إيه العلاقة بين الإزاحة والمسافة زي مثلاً بني آدم بهذا الشكل طبعاً البني آدم ده بدأ تحركه من نقطة مثلاً إيه إلى نقطة بي هنا قضع مسافة هذي ثم المسافة أربعة متر رجع تاني إلى نقطة إيه بهادي المسار عمل إزاحة ما كام من إيه إلى بي عمل إزاحة زيرو لبا لأن إزاحة تتوقف على الاتجاه أربعة مينس أربعة سفر لكن مسافة كام مسافة تمانية تمانية متر لأن المسافة لا تتوقف على الاتجاه لا توقف عليه على الاتجاه ده الفرق بين الإزاحة والمسافة ودي من الأسئلة المهمة جداً في هذا الباب الحركة في خط المستقيم هنأخذ الحركة الخطبية حركة بسرعة منتظمة ثابتة يعني حركة بدون تسارع لأن التسارع تغير سرعة على تغير زمن وبالتالي مدام السرعة ثابتة يبقى ما فيش تسارع لأن لأن تغير المقدار الثابت بسفر حركة بسرعة غير منتظمة متغيرة أو حركة بتسارع يبقى أننا نعين من الحركة الحركة في خط المستقيم للحركة الخطبية يأما حركة بسرعة منتظمة يعني اللي هي السرعة ثابتة في هذه الحالة تسارع سفر مدام دائماً نحطه في أزهان سرعة ثابتة بمعنى ذاك أن التسارع سفر حركة بسرعة متغيرة بسرعة غير منتظمة يعني سرعة متغيرة في هذه الحالة يبقى فيه تسارع في إيه؟ تسارع طبعا حركة بسرعة غير منتظمة يعني متغيرة يأما حركة بتسارع منتظم في هذه الحالة بسبة طبعا هنا تسارع منتظم في فرق بين السرعة والتسارع التسارع هو الأكسل ريشن بيسموه العجلة السرعة طبعا الفلسطي لم يكون عند تسارع يأما تسارع منتظم لتسارع سابت أو تسارع غير منتظم يعني تسارع متغير